اجتمع رئيس الوزراء ابن مين نتنياهو في القدس بالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي أموس هوكشتايم مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكورك وأوضح نتنياهو أن القضية الأساسية ليست أوراق هذا الاتفاق أو ذاك بل قدرة إسرائيل وتصميمه على تطبيق الاتفاق وإحباط أي تهديد لأمنها من لبنان بما يعيد السكان إلى منازلهم في الشمال حسب تعبيره وبحسب مسؤولين أمريكيين مطلعين على كواليس الحكومة الإسرائيلية للنيويورك تايمز فإن رئيس الوزراء ابن مين نتنياهو ينتظر لمعرفة نتائج الانتخابات الأمريكية قبل الالتزام بمسار دبلوماسي أما الحديث عن الاتفاق في لبنان فأود أن أوضح الاتفاقات والأوراق والاقتراحات والأرقام كلها لها مكانها لكنها ليست الشيء الرئيسي الشيء الرئيسي هو قدرتنا وتصميمنا على فرض الأمن وإحباط الهجمات ضدنا والعمل ضد تسليح أعدائنا بقدر الضرورة على الرغم من كل الضغوط والقيود هذا هو الشيء الرئيسي لن تكون الجيوش الإرهابية على حدودنا بعد الآن لن تسيطر حماس على غزة بعد الآن ولن يكون حزب الله على حدودنا الشمالية في مواقع تسمح له بغزو إسرائيل على بعد أمتار من حدودنا لن يحدث هذا مرة أخرى كما أننا نقطع خطوط إمداد الأسلحة من إيران إلى حزب الله عبر سوريا ومن هناك إلى لبنان إنني أقدر كثيرا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة وسياسة بسيطة عندما يكون ذلك ممكنا أقول نعم ولكن عندما يكون ذلك ضروريا أقول لا شكرا 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 شكرا